حدثني يحيى بن سعيد عن هشامين قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معقل ابن أمي معقل الأسدية قال أرادت أمي الحجة وكان جملها أعجف فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكري بن عبد الرحمن بن الحارثي بن هشامين قال أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أمي معقل قال قالت جاء أبو معقل مع النبي صلى الله عليه وسلم حجنف لما قدم أبو معقل قال قالت أم معقل قد علمت أن علي حجة وأن عندك بكرا فأعطني فالأحج عليه قال فقالا لها إنك قد علمت أني قد جعته في سبيل الله قالت فأعطني صرام نخلك قالا قد علمت أنه قوت أهلي قالت فإني مكلمة النبي صلى الله عليه وسلم وذاكرته له قال فانطلق يمشيان حتى دخل عليه قال فقالت له يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا قال أبو معقل صدقت جعته جعته في سبيل الله قال أعطيها فالتحج عليه فإنه في سبيل الله قالا فلما أعطاها البكرا قالت يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزئ عني عن حجتي قال فقال عمرة في رمضان تجزئ لحجتيك تجزئ لحجتيك